خلاص معلش يا بنتي معلش هتعملي ايه ما تعملش جرسك اكتر من كده خلاص ده اللي حصل يعني انتي اختي متأكدة انك فجدتها كلها ما انتي ممكن تكوني فجدت حتة والحتة التانية مثلا تكوني نسيعة في الفورن اللي هيطلع القرش يا كل دلوقتي من البحر انا مش فاكرة حاجة خالص انا كل اللي انا فاكرة اللي انا كنت نايمة على الشط دوت وجه الزابط صحاني قمت لقيت نفسي في الجزيرة مش فاكرة اي حاجة حصلت من قبل كده انا حتى مش فاكرة اسمي ازاي ما هو اسمك مكتوب على البج اللي على هدومك اتاب يعني انا مش مصرية هو الاسم يرجع لوصول هندية حتى تلاقيه شبه اتاب باتشان اللهم ما صلى على حضرة النبي نبغى نبغى وما فيش حاجة تستعصى عليها ابدا يخشى وللنبغى اسمها مش اتاب اسمها عتاب عتاب باتشان يا حبيب اسمها عتاب بحبود انا اسمي ايه عتاب محمود صدقي بالله لا اله الا الله انا عمري ما سمحت بالاسم ده فحياتي كلها نهائي بو انت مش فاكرة اي حاجة خالص خالص كأنك جبتي استيكة ومسحت بها كده لحد ما الورقة بتحتك منك لا ده كده نسيان ثابت يعني انا اسمي عتاب محمود ولا نسيان ثابت يا بنتي يا بنتي الحالة اللي انت فيها دي بنسميها احنا عندنا في الطب نسيان ثابت ثابت طب بقولك يا دكتور انا افتكرت حاجة نعم مش دلوقتي لو جبت توبة وخبطتني بها على دماغي هافتكر كل حاجة ايوة صح صح زي الاستاذ يوسف الشريف ومسلسل اسمه مؤقت والاستاذ صريح سلم في الشبوع السوداء لا دكا كنعمة في طيور الزلام لا دكا امير الزلام لا يمكن تغلبيني في الافلام يا رب يا رب انت شدني من مصنع الغباء اللي انا عادة معاه ده يا رب عشان خضري انا حامل ده مش كويس علشاني علشان صحتي ربنا يمتعك بألف سلامة سايق عليك النب اغبطيني بحاجة انت خسرانة ايه تخلف يا تخلف هو حضرتك هتلغبطيني ليه؟ هو انا اسمي تخلف ولا اسمي اعتاب محمود ولا جهان ثابت يا بنتي تخلف دي من حالة التخلف اللي انت فيها وبعدين انا لو ضربتك دلوقتي بحاجة على نفوخك انت هتفقدي النط مش هترجعلك الذاكرة ساعتها بغبطيني بحاجة على لساني النطقي يرجعلي تاني هو انت عايزنا تدخبتي على اي حاجة وخلاص؟ طب بقول لكم ايه؟ حد معاه مرايا يمكن لما شوفنا افتكرني يعني انت هتطلع انصح منينا ما احنا شايفينكم مش فاكريني اللهم لا تراضي ما تقطعش قلبي باك يسط لو علي اهلك اللي مش فاكرهاهم اعتبرين احنا اهلي اقول ليه اعتبرين انا امي والحلوة لاسمر دعتبر اخوك الصغن شوفوا حتى بصي هو يبان صغنن وصفيف كده وانينا اكبر منه بس احبني وتجوزني الله خلاص يا بنت مش وقت دلع ابني خليك يا اختي متشكرة يا دكتور انت اللي زعلتين واني فتحت بوجيه ايه بس برافو عليك حظابط انت طلعت قناز قنستها من قنزة واحدة شوف اهم صفة في زابط البوليس انه يكون لماح وسريع البديهة وقناز طبعا شوفت هجمت عليها ازاي احنا تكتب لنا عمرك دي ده مرة واحدة هجم كده اه ده اسمه ايه الوحش ده ده اسمه النملة الابيض اه النملة الابيض هو ده اسمه النملة الابيض واغذى خلق الله سبحان الله شوف اسمه النملة الابيض واغذى خلق الله هو ابيض من برة لكن اسود من جوه قناع بيرتديه علشان يقدر يضحك على ضحياء افضل يا دكتورة لميت لك كل الادوال مع الناس وحتتملك في الشنطة دي بس ياردت راجعهم لو سمحت عشان لو في حاجة فيهم نازلة جدول قادر اتخذ اجراتي بسرعة لا كلهم كويسين كويسين يعني ايه الراجل المتعور جوه ده هندي له انهي دوا فيهم اه ادي له نوعين ولا اقولك ادي له تلاتة طب ما ادي له ست نواع ماشي 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 ايه هو انا اللي دكتوره ولا انتي انت بتقول اهو انت مش دكتور انا دكتورة وعارفة جوزي اكتر منك ادي له الشنطة دي كلها يلا حبيبا طب يا حضرة الزبط قبل ما تدله ما تدله انا شوية فيتامينات عشان اتقوى بهم لان انا خلاص عمالة خصة 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 من الهالكة اللي احنا فيها فضالي اقول نابو لو فيه ستريبس البرتوجان بس بيبقى مزز وحلو كده هي الانسة عيتاب كويسة؟ كويسة منين هو احنا فينا حد كويس ما كلنا زفت جزدك مين بزفت بس اسكت اسكت ايب دخلي بالك يا دكتورة من نمل الابياد هي لا بيض مزمزين العتاب انا انا عارف طبعا ان انت زعلان عشان موضوع انك فقدت الزاكرة وانك مش قادرة تفتكر اي حاجة من اللي حصلت لخالص وانك على جزيرة ويعالم هنخرج منها ولا لا بس انا عايزك تبص النص كوباء المليانة يعني تخيالي كده لو كانت الطائرة اللي احنا جواها دي انفجرت واحنا جواها متخيلة كان زمان هنبقى عاملين ازاي دلوقتي؟ يا ساتر يا رب كنا بقى نشاورمة بس الحمد لله ربنا نجيانا وادانا فرصة تانية ودينا هو على جزيرة مقطوعة ويعالم هنخرج منها ولا لا انا متشكرة قوي يا حضرة الزامد خلاص انا من زعلانة لا انت لسه زعلانة انا عايزك بقى تفكي من الهم والغم دهوت والاكتئاب وتيجي تعادي معنا يعني تعاملي على طبيعتي خالص تعالي اعادي اتكلمي ماشي انا هبقى اجاعد معاكم بس بس كل ما تيجي تعادي تحس ان انت مخنوقة وعايزة تعادي مع نفسك لا بتحس ان عينك هتغرغر وإيدك هترعش وبتكسف الحسن طالياتي قدامنا لا انا مكسوفة اقولك لا ما تكسفيش قول اصل انا جيت هنا هوا عشان عايزة اعمل حمام ايه؟ عايزة اعمل حمام لا حقيقة في العلم يعني انا بالصبح قاعدة ادور على دروة وملقتش فحتى قلت انزل المية فكرت قلت لا انا معايش غيارات وبعدين قلت طيب لو لقيت غيارات في شنطتي ما انا مش فاكرة شنطتي لاني فقدة الزاكرة فما صدقت لقيت الصخرة دية كدروة يعني فقلت الدرة وراها وبعدين جيت حضرتك قطعتيني انت بتكلمي بجد اوه ايه العيب في اللي انا بقول انت مش بني ادم بني ادم ايه اللي يا عيب الموضوع كله عيب يا بنتي انت ايه فقدت الزاكرة بالادب بالحياة بالسنس فقدت كل حاجة ايه دوت يا استاذ انا كنت فكرة الموقف اللي احنا فيه ده هيخلك تحس ان احنا اخوات اخوات ايه ده لوابوك يا ماما ما تقوللوش حاجة زي كده انت كمان بتفكرني بابويا كمان بتقلب علي المواجع هو انا نقصة حرام عليك مش كفاية بقولك اللي انا عايز اتصرفه انا اسف مش قزي والله مش قزي انا انا اسيبك براحتك لا خلاص خليك مهراحي بس بقى بس بقى ما تدخليش في تفاصيلك لو سمحت اكتر من كده ليه انا اعرف موضوع زي ده طب انت له جيت عشان حيوان انا حيوان ان انا جيت بوقت اعمل اي حاجة في المية لو سمحت احنا هننزل المية ملكش دي عوادي ملك الجميع يا دي النايبة علي عرف مكان الدروة سعر بنا جعانة جوي جعانة ايه يا بيت في المصيبة اللي احنا فيها دي الناس بتقول اني خايفة اني مخلوعة انا عايز اكتب وصياتي مش اني جعانة طب يا سيدي اني خايفة اني مخلوعة هتورج اكتب وصياتي خلاص ارتحت بردك جعانة يا بيت يا بيت وانا جيبلك واكل منهم في الحتة اللي احنا فيها دي عارفة يا بيتي هنم الحتة دي تبقى جزيرة عارفة ليه؟ ليه؟ لان الجزيرة هي المكانة الذي يحطوا الماء من الاربع جهات عارفة لما بيحطوش الماء من الاربع جهات ما يبقى الجزيرة يبقى عار يبقى شبه جزيرة والله اعلم يا فرحتي يا فرحتي سعره بتلع من اسمتي والنبنة محظوظة خلاص يا اخويا مبسوط بردك جعال يلا يا اخويا باجا روحي الزيتونك كدوت وشوف لنا اي مطعم ولا كوشك ليه دي جاجا؟ انا عايز اقولك معلومة مهمة جدا انتي وجوزك الدكتور العالم الفزل العبقاري زويل ده احنا هنا مش في مارسة ما تروح احنا هنا وانا في جزيرة مهجورة وبعيدة ومحدش يعرف احنا فين؟ طب والمفروض نعمل ايه؟ احنا ما نعملش ايه انتي بالذات ما تعمليش احنا مفروض نقعد كده نستنى لغاية لما تيجي طيارة تانية تنقذ الطيارة الاولانية اللي وعد بينا فهمتي؟ لا دي عطلة دي اللي انت بتقول ايه؟ اقول لك انا بقى اسأليني نعمل ايه وانا اقول لك نعمل ايه؟ نلعب بلاي اه 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 عدم اللي موفز يعني بس هي دماء خفيف بس ما بتخترش الوقت المناسب اللي تهزر فيه بزياداكي كحرير اه خلاص ما تزعليش مش وقت زعل يا بيت فين الدحكة الملعونة اللي احبها؟ تمام يا جماعة عملنا عشة للستات علشان يباتوا فيها يا جماعة مبقى لاش الصمت اللي احنا فيه ده وتعلينا نتكلم مع بعض كده ايه رأيكم؟ وهنتكلم في ايه ياخت ان شاء الله؟ اي حاجة يعني مثلا نحكي اي حاجة نغني نرقص نرقص؟ نرقص على خبتك يا حلوة حلوة ايه؟ عالف خلال ايه اسم؟ اسمي جازمة اهه الحك يا عرب البنت اسمها جازمة وبتفتخر جاوي مايصحش يا هانم عيب كده ايش ناس فينا يا سانيورا؟ اللي اسمك ايه صح؟ قلت لها جازمين جازمين؟ اي حاجة يا بيت؟ دي بنت احسنة جازمين؟ ايوه صح شبهه؟ والله انا باعش اقابوكي بس ليه اعتاب عليه يعني؟ اخر اغنية قالك يا جمنادي عالصعيدي ليه يقوم الصعيدي اول واحد؟ مايسيبنا اقعد مع باقي زملة نحضر اخر الكليب؟ ولا انتو دايما تيجوا عالصعيدي؟ حتى في النكت تقولوا نكت عالصعيدي في الافلام تقولوا سعيدي راح جاي يا راح جاي ما سعيدي يجوا عالبكانك؟ ومش كيف اقاب نتجوز دبابات وبنسكت؟ ليه كده دا ظلم الله؟ ما تهدب قوي تتهد انت وكوقعة الافراح اللي جنبك دي؟ خلاص اعمليني الكبات شاي حبر؟ واني هسامح يا ابوكي وانا كمان اعمليني الكبات شاي؟ بس هتليم عارق فيهم فينو عشان افدت فيهم؟ لا خامس عبهاش هي الكبات شه حلو قوي يا جماعة عايزة افكاركم لو سمحتوا ان احنا واقعين هنا في جزيرة مش في قهوة بعرة دا كوفي موكة مشروب المفضل جبتها من قنزران قبل ما اطلع الطيارة على طول يا جماعة ما تقلقوش ما تقلقوش خالص احنا كتير وطبعا معاكم اعلام كبير ومشهور زي تلاقوا الدنيا كلها دلوقتي مقلوبة علشاني فاكيد طبعا هيبعتوا حد يدور علينا وخصوصا ان في مفقودين كتير غيرنا يعني اعلامي بسبساتي مشهور بالبسبسة طبعا وفلاتي بصوا يا جماعة انا اعتقد ان كل المفقودين اللي على الطيارة خلاص ماتوا ماتوا شبعوا موت وخصوصا في واحدة الواحدة دي دخلت في مرحلة الانحراق بعد الانحراق دخلت على مرحلة الانسهار بعد الانسهار مرحلة الانفحام ايه دكتورة اللغز اللي انت بتقولي ده لا ان شاء الله هنلاقي كل المفقودين وهيبقوا كويسين وزي الفل يا جماعة راعوا اللي خطبة حضرة الزبط يعني مفقودة في الطيارة هو لسه مش لاقيها انا مش عايزك تزعلي يعني لو هي بعد الشر يعني حصل لها حاجة تلاقاها بقى اشفطت كده هو من الشباك او مثلا عصاية الكرسي دخلت في رقابتها او تلاقى مثلا الحزامي الامان فدل يجبس على بطناء يجبس على بطناء لحد ما قاعد اترجع ترجع لحد ما مات خلاص خلاص ايه فاينال ديستنيشن اللي انت بتحكيه ده ممكن يا جماعة نقفل على الموضوع نتكلم في حاجة تانية انا بقولك توقعاتي يعني وبعدان مش انت قلته بقى لاش الصنت اللي احنا فيه دوان يعني عشان ننسى الخبل اللي احنا فيها تقومين فكرانا بالخبل اللي احنا فيها بقولي يا جماعة احنا لازم دلوقتي نولع نار علشان كمان شوية مش هنشوف بعض وعشان برضو لو فيه طيارة معدية تشوفنا فعلا يا جماعة احنا لازم نولع نار المنطقة دي مليانة وحوش قادرة لو مفيش نار حوالينا هتهجم علينا وتكلنا وتفتازنا طب هو فيه حد معا اوف عشان لو فيه اسد ولا حاجة ما يجيش علي اوفا عدموتي بيها الاسد لا حبيبت الطماني كل الاسود اللي هنا متجوزين وشبعانين اوفا ايه هو اسد ايه لو سمحت يا سعادة الباشا نلاقي معاك ولعه ان شاء الله تحج يا رب يا رب ياريت يا حبيبتي انا محتاج لولع دلوقتي معايا السيجار معاده يتولع دلوقتي لو ما تولعش حينفجر طب بقولكو ايه ما تجو نعمل زي فيلم المنبوز فيلم ايه؟ المنبوز فيلم المنبوز ده بتاعنا اجيب محفوظ؟ لا يا استاذ دون فيلم اجنبي كان فيه واحد زي حالتنا كده هو ولوحده وكان عايز يولع نار قام جاب خشبتان وحكوهم فيه بعد كده هو ولع نار مين الراجل ده؟ واحد ده انو طويلة وكان معاه كرة كده هو بيتكلم معاه كان مسميها جمعة بايا جمعة فيلم اجنبي؟ ايوان اه افتكرت لما كان درسه بيوجعه رح جايب البتناج وخلع بيه درسه؟ ايوان اه فيلم كاستاوي طب برافنك افتكرت الفيلم ده؟ مش فاكرة بقى حاجة عن حياتك؟ مش عارفة انا زي اللي الوقت شايفة كده مكتطفات من شريط حياتي اه احكينا الشريط يا بنتي بس من غير اعلانات ماشا انا الوقت شايفة نفسي عايشة مع واحد راجل كبير واصمراني وراجل طيب كان بيعملني كويس قوي كان بيأكلني وبيشربني وبيجيب لي كل حاجة بيعملني زي بنتو وفي يوم مش عارفة قلتله اهزع عليه مني رح جايب سكينة وجيه علي وعايز يدبحني وبعدين جيه ابنه صغير كده هوا قاعد يحش فيه واستنى لما تدير كده هوا ورح واخدني وحربني وقاعدنا نجري 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 في الغطان وندع على واحد ساحبه مش فكرة اسمه ايه كان اسمه حسن ولا اسمه حسونة ايوان انا اسمك الرشيدة طيب الولد اللي هرابك ده ممكن توصفيه؟ كان كفه رقيق وصغير وعناه زي اللي تقول كده هوا نعيون فنم محتار والضحكة صوتها في قلبه بتدوه ألف نهار بكر انتو تعرفوه؟ اه طبعا ده انا متابعه من وانا قد كده ايه يا ماما اللي انت بتحكيه ده؟ ده مسلسل كان بيجي في رمضان يعني دي انا مش حياتي؟ لا دي حياتنا كلنا حبيبتي ومن رشيدة دي؟ رشيدة دي معزة ايوة صحيح رشيدة دي انكت معزة يوب عشان كده اولا راجل خنجاي بالسكينة وعايز اتباحني اكيد كنت في العيد الكبير معلش يا جماعة انا اسفق اولا انا اخدت من وقتك ويعني انا بس احتبرت اللي احنا يعني بقى انا اسرة واحدة لا ولا همك يا ماما انت بس توهتنا ودخلتنا في دومات احنا يعني نرجع لموضوعنا يا جماعة عايزين دلوقتي طريقة نولع بيها نار انت عملينا مشكلة ليه فكروا لشوية زمان ايام العصر الحجري زيوكوا فكروا كده اما اتنين خبطوا رسهم في بعض الشرارة ولاعي واحد تالت واقف عجبيته راح نطحن براسه الشرارة كبرت الرابع براسه الشرارة كبرت كل يوم ارباعه يولعه في بعض والنار مشت زي الحلاوة وهنا مش محتاجين لارباع احنا عندنا هنا رأسه عربي ده صعيدي جامد ناشف يروح ناطح مراته ناطحه جندا هتروح مولعه هي ولعه زي ما انت عوزين اه؟ ايه الفكرة معجبتكمش؟ لا! شكرا! ايه وما هي لازم ما تعجبناش وبعدين يا اخويا قل لك عوضوا نطحوا ببعض لما نصدع ده اللي انت بتقوله ده وبعدين يا جماعة انتوا تعبين نفسكوا لايه ما الحل جدنا معناكم احنا نولع بالولاعه يا ستي انتي واقع معانا على الجزيرة دي ولا واقع في جزيرة تانية ما احنا من الصبح دي مشكلتنا عايزين ولاعه ولا تزعلي نفسك خلال نولع بالشامعه وهنولع الشامعه بايه يا اخر صبري وما فيش ولاعه محلولي بالكابريت يله يولعه فيك بالكابريت ويكون يوم جفاف عشان ما يكونش فيه ولا نقطة مية محدش يطفيك اخرس يا بيت سيبكم انا يا جماعة انا عندي حل عاملي وعلمي احنا ننام ونسحى الصبح نقدم على الغاز الطبيعي احنا لسه نستنى للصبح ما نقوم نغير الأنبوبة ايو الله فكرة ايه ده؟ الرجل ده مسامع افكارنا التفهل اللي بنقولها من الصبح بصي طلع ولاعه ولكنه شايفنا البلغة ده بس وط صوتك حسن يسمعك ويجي زعلك ايه يعني وانا خاف منه ولا ايه؟ ده انا ممكن اقتله جدامك وهيني امال انت الوقت وط صوتك ليه؟ لا انا صوتي بالليل بيبقى حنين وأجش يا جماعة ما تسيبوه في حلو احنا في حلو بقى بلحسن ييجي يا سلام اموطيه صوتك ليه خايفة منه؟ لا قصت انا بالليل بقصتي حنين وأجش زي حطرتك نسيبوه في حلو ايه؟ احنا هنروح له يا جماعة وناخد منه الولاعة احنا هنخاف منه ولا ايه؟ عربي قوم نادي عليه شمعناني؟ مش حسين الجسم النادها على الصعيدي اول واحد يا سلام اموه عشان عارفكو خايبين برضو جالك عيني على اهل كايرو انا مش من كايرو انا مسكندرية يا ابني ما تفسطش معايا انت ظابط جو منك ولا انت خايف منه؟ ايوانا الظابط ومش خايف منه وهروح اجيب الولاعة ومش عايز حد يجي معايا انا سعتاب ايوانا تعالي معايا اجمعك فين؟ نجيب الولاعة شمعنانا شمعنانا انت مضيفة ولسانك حلو تقدر تتعاملي مع الناس بسهولة وبعدين عايزك تجيب لي المعلومة بشكل سلس او انا فاكرة سكت مضيفة ولا لأ لما هعرف المضيفات دولا بيعملوا ايه؟ انا سعتاب ده تكليف مش تشريف ماشا يا اخوي الفطر الله يرحمهم اتخطفوا جدعي يا عربي انك ما رحتش معايا السلام عليكم عليكم السلام الباشا كان عايزة خش علي بقى انا مرهم طهولة ايه هو اللي الباشا عايزك وانا قاعد في المكتب اتبعته لي ايه يا بنت مولانا جايبك ليه؟ انت لسانك حلو هتعرف تتعاملي معايا وانت وشك فيه القبول هتعرف برضك تتعامل معايا حبيبتي القبول بتعرف بنا بس انت مضيفة مش انت ظابط هتعرف تستجوبه هتسأله سؤالها بس ما تكتبه حرفين وترسمه قلبه على السدري انت عايزين ايه؟ نا كنا عايزين استاذب لا مش عما تسمع الاول احنا عايزين منك ايه؟ لا بس عارف انت جايين عشان ايه؟ عايزين نولاعه عشان تولعه نار وتدافه صح؟ لا شفت بقى انت فهم غلط ازاي؟ احنا عايزين نولع نار علشان ننور المكان لا علشان تعرف تقتل براحتك؟ لا عشان ما تقتلش حد غلط؟ لا عشان ما يطلع لكش عفاريت مش انت بتخاف من العفاريت؟ لا يا استاذ احنا هناخد منك الولاعة نولع بها ونرجعها لك على طول لا انت عارفين اللي تتاخب منه ولعته؟ يتاخب منه ايه؟ يتاخب منه سجيره لا وقال لي لا ما انت لسه داحك من شوية اهو؟ ايوة لفيه حلو لكما اسألت الولاعة دي لا اوة قللي لا 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 واحنا هنستأذم منك ولا ايه؟ احنا عايزين الولاعة نقامل بها خدمة منك ونرجعها لك تاني الموضوع ده هيفرق معنا كلنا ممكن حد يموت ولا يحصل له حاجة وبعدين انت تلعت بالولاعة على الطايرة زي اصلا شاوتي ايه؟ حدا حدا يا حزابة لا وتفضالوا وروني عرض كتافكم يالله سمعوني خطوتكم وإيه اللي نسمع يا خط؟ يا طياد الولاع ياه قلت لك ما فيش ولاعات إنت ما بتفعله بتقول إيه؟ يا الله أنت وهاية من إيهنا ماذا بنا تفكروا فرقنا؟ شامح نسكتنا له ليه يعني؟ المفترض ناخد منه الولاع بالعافية على فكرة وإنت بتشديني ليه وإنت بتجري أوه أنا كلمتك الرجل كشم لنا قمتين تجريت جريت وراك أيو أنا خفت أتخنق معايا معايا بنت عيب يعني أتخنق ومعايا بنت وإيه اللي خليك تاخد بيت بقى معاك من الأول سدانة غلطان أنا لايتك قاعدة زعلانة قلت أخرجك أفسحك أفرجك على الأنفد أصورك معه وأنت بيتأكليه أنا ولا زعلانة ولا عايز أشوف أنفد وراك يلا هوي دا جاية طبعا إحنا كنا بنكلم على ساد قشطبش امسك يا حظابت امسك الولاعة هي اللي كنت عايزها امسك انت مش كنت عايز ولاعها عشان تولعوا بيها نار وتدفهم امسك أهي امسك الولاعة بس أمس إيدك اوعى تقول له لأي اديتك الولاعة أقول لي مين؟ لفرج فرج مين؟ اللي كنت عايزين منه الولاعة أمان انت مين؟ فرج لا حول ولا قوة إلا بالله حظابت أمس إيدك عشان خطري اوعى تقول له لأي اديتك الولاعة وانت الدهالي وأنا بصنعة لطافة هحطها في جيبه زي ما اخدتها ماشي؟ عشان خطري دنايم دلوقتي ولو صحي ممكن نشان دلي ياوام د flu جدم لقيلد闘 صحي صحي حاضر يا سفرج انا جاي أهو انت فاتم حاجة؟ انا اللي فهمته ان احنا لازم نولا بسرعة ونرجع لولا على الفرج علشان يرجع على الفرج قبل ما فرج يسحى ويزع على الفرج ربين يبعت الفرج من عنده لا إله إلا الله ده الراجل دماغولة حالص أهو انت حضرتك بقى بتتريء علاه وبتقل من قصاد الناس عشان فكرت نفسي معزة والله هي يا راي يعني بعد اللي شفت دهوت مش بعيد اطلع انا جمعة جمعة مين؟ الكرة اللي كان بيكلمة المنبوس شفت بقى اللي هي كان اسمها جمعة على فكه كان اسمها سمعة اصلا بس انا لمردتش حريجة مين يا دفارج الولاعة اللي كان في جيب؟ تاجر يا رشيدة مزيادة فوق هدينا ولعنا النار هنعمل ايها عاد؟ هنقوم بقى نرز حواليها؟ يا سلام ولعين النار عشان نرجز حواليها واحنا هنوض حمر خلاص يبقى يلا النام يعني كل ده بنولع فنارة عشان في الآخرة تقولي يلا النام ما كنا نمنا في الظلمة طيب والله هلط فيها هوف هوف استنى يا عربي لسه هنقول يلا حالا بالا وبعد كده هنقول هوف معلش مثلا عايزة اسأل سؤال يعني هو سرير اللي في العيشة دي هتكافين كلنا ولا ايه؟ السرير كتير طبعيني فيه سرائر دابل وسرائر سنجل المشكلة بس ان ما فيش فيش جنب السرائر يا جماعة احنا لازم نحمي ستات اللي معانا وأنا عشان إيجابي حضحي وأنام عندهم في العيشة عشان أحميهم ما تهدى على نفسك شوية اهدى يديك البرابر اهدى اتطمن يا أستاذ أيمن احنا عاملين حسابنا كويس الرجالة هتنام هنا والستات هتنام هناك وهنعمل نوبة حراسة عشان لو حد شاف حاجة يقوموا يصحينا ونغير نوبة الحراسة كل ساعتين خلاص انا هاخد اول اسم انام اصدقائي اخواني الملازمين ليا في هذه الطائرة المنكوبة انا مليش دعب اللي بتقولوه ده كله انا في حالي ولازم انام وبطنيتي وقعت معايا جود نايت يعني ايه اللي بتقولوه ده هتسبني يا سعارة باي ما تخفيش ايه اسمعوه اسمعوه الوحل اللي نزله ها ما تخفيش ايه تمتجوزة راجل صح مش خنتريش ايه ولو عشتي لبن العصفور ما تطلبيش ايه لاني باختصار هدور وما هلقيش ايه بس هجري هجيبلك فطيرة بسكر سانطرفيش ايه تكليها وتنامي ايه وطيفك يجي حواليا زي الخففيش ايه وعربي ايوه كده تطعني الليل الحزين يا خراسو، سيبوني أنا مش عارف، أنا ميش عين معاك حق يا أستاذ أقعد يا عربي مش وقت شعر دلوقتي أنا عندي مشكلة كبيرة جاوة أنا خايفة دلوقتي لما الحريم الصينيين دولت يناموا معانا في العشة أفرم واحدة فيهم وأني نايمة وهما الواحدة فيهم جدك ديه جد صباعي وأني فراكة لا يا ختمتي إلي إيش وأنا جاي على هنا هو وأنا عدت عليهم لقيتهم نايمين على الشط بس والله ما أنا فاهم هم نايمين ولا صحين من عناهم الزغيرة دي وأقول لكم ما تقولوا يلا إحنا كمان نايم أحسن أنا عد مآيم علي وعايزك كوع تصبحوا على خير وأنتو من أهلو ما تجبوا سلسة عرب عشان عرف أنا أنا ما كسين فاق سويت دريمز إليون باي جود نايت جود نايت وأنتي طيبة سويت دوود أند سويت دريمز أنوثين جزت قاال مي بيقولوا هنم في العشان أي ما يجي من ساعتين وخدت عربي وياها ووجعوا بتطير نصين يا فجر يا هانم يا هانم يا بولغة يا هانم يا بومة يا سلام أنت الصوت اللي كنت بدور عليه من زمان سبحان الله ألاقيه فوق السطوح أنا حمضيك كونتراتو كونتراتو خمس سنين حنلف الشرق كله سوريا ولبنان والأردن إنجلترا وفرنسا وألمانيا ايه ايه يا سلس ايه جو الأفلام الجديمة دي وبعدين وانت لقيت سامة المصري جاعد يعني بالدندن على البحر يا اسمك ايه محسوبك فارق اخوك عربي عاشت الأثامة في عربي لا قول لي يا عم المرعب انت ليه ما نمتش مع زملاتك الضحايا مفيش الصلعيتك قاعد لوحدك قول تاك اونسك أصيل والله دي ما طلعتش من مرتي شمعني انا اخترتين انا عشان تيجي تونسني الصنر تحتيلك ايه ايوة يعني وضح كلامك انا عشان بس الشيطان ابتدى يويل انت الوحيد اللي تقدر تشيل لا ده الشيطان كده بيأكد يعني بتحتلك وتشيل كده يبقى فيه ميس اندرستاندي يا استاذ يا قادع تشيل السر اه ما تقول الجملة على بعض سري ايه الجزيرة دي فيها كنز يا سلام على الانبهار ما اي قرية في العالم فيها كنز وفيها لتر ونص وفيها الجيبة الصغيرة ويعني احنا وجعنا في جزيرة حجاز حجعة يا قادع كنز كنز حقيقي اه دهب ويأوت ونرجان ونسوان وفاكهة جصدك كنز كنز لا 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 انت شكلك ايه تضاري بسجارتين وجاي تستبح عليك لا يستبح عليك ماشي انا حروح ادور على الكنز الوقت وحاخده كله مش حديك ولا تنتوفي لا 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 خد يا قادع يوعى خد تعالى بس يعني ايش معنا انا اخترتيني عشان تقول السر ده يعني انا حقول لك قصر تحتيلة بس يا سيدي بس بتتلكك عشان تحسس فكرك يعني الطيارة واعت هنا بالصدفة وحيكون قصدك ان اه انا اللي وقعتاه عشان نيجي ونجيب كنز مليجي وانت بتقول اي كلام اي اللي نيجي ونجيب كنز مليكي انت رجل بتشتغني على فكرة انا مش مصدقة لو في كنز هنا طيب هنلاقي ازاي ولو لاجناه هنجسم وبناتنا كيف انا حقول لك عارف ليه ليه عشان انا ارتحتيلة يا سيدي ما ترتحليش ارتحلي من مكانك حنقسمه بالعجل انا النص وانت والزكيبة النص ايه الزكيبة دي مراتك اه لا فلما مرتي في الحسبان يبقى هنقسمه بالوزن انت التم وانا ومراتي الباقي وانا موافق طب دلوقتي فيه مشكلة ايه هي هنلاقي الكنز ازاي انا حقول لك عارف ليه عشان انا ارتحتيلة يا سيدي والله هخلع كتفة دهولك كنت ماشي لو بتعشجوك ده عن طريق الخريطة دي ايه دي ده انت زي الافلام بالزبط وليه جزيرة وخريطة وكنز يلا يلا اقول لنا الخريطة بتقول ايه الخريطة بتقول ان ارتحتيلك اوي يا رجل بطل كده الخريطة بتقولك ده ليه يا خريطة بتعشج التحرش عجيبة ايه انت محظوظ اوي صح الله الكنز مبين اربع نخلات زي اللي ورانا دول طب ما فيه جنبهم اربعة هنا يعني ماشي هنا بو مقف ايه ده مكتوب جده اهو عجيبة ايه امشي خطوتين الى الامام هتلاقي نجمة حاضر واحد ايه ايوا فيه نجمة ايه حلوة اوي امشي تلت خطوات الى اليمين هتلاقي تحتيك شباك نجمة وشباكة او انا راح خدمة العملاء حلوة اوي اقفل الشباك اهو امشي خطوتين الى الامام اهو اعطي وجهك الى البحر اهو وجهه الى البحر فين الكنز اهو الكنز اهو الكنز اهو يا ابن المجنونة الحمد لله محدش شافني الحمد لله ادور ع الكنز الوحدي السيد اخد الخريطة يا عمديني الشوكي اخد الخريطة اني اتخيلت اني جاعد ادور مش لاجي احاجة خالص نستغطى به فيش حل باجا غير ان انا ايه اديكوا الطرحة ديه وهتقضي الغرق وانت اختي امطة الامطة وبتعملي ايه بانضف مطرح ما هنام يعني هنام والمكان مهبب كده هوا بتنضف ايه يا اختي انت مش شايفة احنا جاعدين في عشة مش جاعدين في دوار العمدة يا بنتي نامي الحمدك حمد انا بس انام وارتاح واصحة منهم كده اصل بطولي هتوقلك العشة واخليها لك بتبرق قولي ان شاء الله يا اهو اخرب بيتك هتبوتيني قرأي يا بنتي اجيت جنبك خلاص انا حجست واي اختي اللي حجست دي واحنا جاعدين في كانتين المدرسة وبعدين بجولك ايه لا من اولها كده اول تقعد عيدة لو تتكلم عوجة اه انا سعارة بجازة مفهمني وامرسني على كل حاجة وجايل لي ان هو دفعني كل شنكا يعني انا اقعد هنا هوت وتفرد وتني احسن من اجدع واحدة فيه سمعي بيت بقولك ايه انت توطي ستودك وانت متكلمين انت فاما لا يا حبيبتي ده انت اللي تفهمي نفسك ان اسبعك ده تنزليه من وش وتحمد ربنا ان انا سايبك تقعد في الزنجور سنتور؟ سنتور ايه وحنطور ايه بسا بيه؟ الله يا خبيت زنجوركو على حنطوركو انتو ايه؟ انتو بتفهموش؟ انتو ايه ما بتحسوش؟ اتخفدوا بقى اتخفدوا؟ بقولك ايه يا عطاء ما تيجي تنامي جنبني لأ تنام فين؟ لأ خلاص مفيش مكان يا حبيبتي لأ ومالو هنام هنام على سافي فوقكو كده هو جدع سافي ايه؟ يا حبيبتي احنا بينا اتنين خلاص احنا كوبك ليه؟ مش هينفع بقولك ايه عصفورة انا عندي لك اسئال ايه؟ مش انت قريبتي لو استاذا شرينت صف النصر؟ ايه؟ اصنت شبهها اول فيلمة امير الظلام لا هي مش قريبتي لأ ولا ريهام سعيد والنبي يا اخت اتكلمها لا تقولها في واحدة معنا يعني عندها مشكلة وقعة من الطيارة وفقدة الزاكرة انت عجبك ايه عن حالي؟ ببنسوا انت في قط الزاكرة ومش فاكرة اي حاجة غير من التلفزيون يا جماعة انا مش قريبة حد ولا قريبة حسين الجازمين ولا ريهام سعيد ولا سيف الناصر سيف الناصر انا ميس ايدو ملكة جمال مصر استغفر الله العظيم الملك لله وحده اتوضع لله حرام عليك مفيش حاجة دايما يعني جمالك ده هو النفع كيعنم موقعت من الطيارة؟ ما انت ترامي ترامي يا هبابا وزاك زي هانم اللي هي اختي يجبر بخطرك ربنا جوليلها جوليلها يا كشط الطعز دي دي ان شاء الله كده هوت وبإذن الله من التنكة والعنتظة اللي هي فيها دي هتموت ولع مكان ما هي هاللاج النار طلع من نفخة كده هوت من هنا لا ما انا مش هقق من طيارة وكمان المسابقة هتفوتني وهدو مين بهدلة يعني سوري في الكلمة يعني رحتي ما عفنا قوي عاية تجيب صفة وتحطه فوقية يعني حرام وحطرة بينا كده حرام انا تعبت كده افرد واسمكم من كل ده مش كيفانا معنام بالمكب يا جماعة انتوا عارفين خطورة الموضوع ده ايه؟ اه خطر جدا خطر اول لانك هتشيحب وهالشيخي يعني ايه هتشيحب وشيخي؟ هالشيخي يعني هتكرمشي هتوب زي تيتا كده اللي عجز هيلبت في وشك حليفي؟ يعني ايه؟ ايوه ايوه ده حقيقي الكلام اللي بتقوله عتاب ده حقيقي ان المساحيق دي بتخلي الشيخوخة والشحبوبة المبكرة بتصحف على كل خلايا الوش بتصحف زحف سلحوفي بطيقي بتخلي كل الخلايا دي تعجز بسرعة البرق والرعط يعني هالشيخي؟ ايوه هالشيخي والشيخه بقى اتخمده بقى اتخمده طب يعني انا عملي دلوقتي يا ستت هتقعد تقولي انها عمليها عمليها؟ ما تخلينا النام يا بيت؟ ما انا مش عارف انام بالمكرة يعني احنا نعملك خلاص اقولك روحي ارمي نفسك في المية بتاعت البحر والمية بقى اه؟ حادجة كده هوت وملح لاحة هتخليك ان شاء الله تقعد تاكل في وشك لما يزجط قدامك انتي عمرك نبتي بالمكرة لا يا حبيبتي انا بقى ننفق الفرن وفي الصب انا ننفق الصندري هوا انت عارف عن ايه ميكرة؟ انا هقولك عارف اللي هو ادوات التجميل اللي هو الروج ايه؟ ايه؟ دي السحري ماشي سحري اوكي عارف بلاشر؟ البلاشر؟ انت جزك على الفلاشر بتاع العربية؟ بلاشر ايه؟ لا اللي هو بخدك الاحمر ده ايوا انت جزك بقى ايه لما نجيب كده هوت جالب الطوب الاحمر ونروح دجينه وبعدين نطحنه كده هوت يبجي ناعي نروح مع عبيينه في حج علبة الكراه والواحدة تجم واخده بالصبع كده هوت ودع كهنة ودع كهنة يا لاودي بتبجي موردة وجمالة اذا هو انت بتحط الطوب على وشك؟ اما لا يا حبيبتي ده بكله حديده فصفات من الارض جامع ده بيخلي الواحدة وشها متأسس كده هوت وبيبج الدم منه يا نهر اسود وانت كده بتزيبك كده عادي تحط الطوب؟ امي هو انا وعلى امي الله يرحمك يا امه كان نفسه شوفها كده هوت والمح دل جالبتها هعملاه والنبي ياختي ما حسيت بقمتها الا لما بويه الله يسمحه راح تجوز وليه طلعت عاني طلعت علي البل الازرق لول الله يكرمه سعره بجوزي جه كده هوت ونتاشني من وسطيه صور يا امه علش ولا يهمك انا كمان مومي وحشتني قوي ما عادش اي اختي انا عارف ان هي خايفة علي وقال اينا انت عارف كده بتغنيلي قبل بنات؟ ايه عارفة الاغنية بتاعتنانسي عجرمه ايوه شخبوط شخبوط لا اه اللي هي يبانات 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 اللي مخلبس بنات مشباش من الحنية ولا دع السلحة لحلوية انت عارفة انا كمان ست وممي كده بتغنيلي قبل ما انا وعارفة كده بتقوللي ايه كب بتقوللي جدك عبدا وعنده جموسة ايها يا عارفة يا جموس عبيض يا جموس عبيد وجدي زرايب منك لها انتو يلي ممكن يهدوكو اكثر من انتو عين من طيارة ارتفاعها 268 ألف اتخمدوا بقى اتخمدوا واتحمدوا بقى لساعة عمالان حرف نفسه واقولهم حرام عليكم الستة تعبانة والشاي لو عايزة تناه يقولوا لا إحنا عزين نغني معلش يا دكتورة سامحينه نقمي رياحي عشان اللبطن تقولي المندة انت كنت بترجس معنا يا حجنة لازل بس يا حد يبوا بيشدوا حد يرخي كده حرام عليك ماشي تبينت يا حتيب انت ويليه يا مامتك بتعملك ايه؟ أم أنا؟ اه انتوا أخبية؟ جلعي يا ستة فئة انت كل شوية تفزعينا وتهزجينا حرام عليك الياخت وبعدان الياخت مادام انت رامي يا ودن كدهوت والجعدة عجباكي ماتك الياخت كدهوت وتخلي البوساط أحمد وتقعد معانا مش هانا اللي رامي يا ودني عندكم انتوا اللي راكبين على ودني هنا ومش مخليين يعرف انام وبعدان انت يا انت اللي قاد انت مش هانا كلنا واعين في الطيارة وعارفين ان الستة دي عندها فجدان في الزاكرة مش فاكرة حاجة انا افتكار ايه؟ على ما اتذكر يعني كده هوا ايه؟ إلا انا بردك كان لي يا مرات أب بس كاب مطلع عاني مراتي يا مراتي يا مراتي يا مراتي حتى لو صاحب من النوم والوحش وحش لو استحمى كل يوم اخلص بقى بطل الردح بتاعك ده ورد علي قول لي مين احلى واحدة في العمرانية بياضة 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 بنت جوزك هي احلى واحدة في العمرانية ارتحت يا مراتي بياضة اللبناني لبناني؟ اه ياني هاي احلى تكدتي فانية مدت كل الوقت ده بسم الله الرحمن الرحيم خدتني يا مراتي ابي خلاحتي قلبي سلامت قلبك يا احنيانة هاه اللي ااخرت كل الوقت ده ده ننى ما بقى يش نص ساعه رحت جبت الفراخ مرب رواحة جبت الفراخ من عند عم رزق الفاراج وايه اللي ويجدك عندي عم رزق انتي مش عارفة النانية عارفة عارفة من رحت بس جبت الفراخ من عند عم رز وبعين رحت عند عم إبراهيم دبحتها عشان بتستقمنيه وبعدين رحت عند عم علي نظفتها عشان بتستنظفيه وبعين رحت جبت الخضر من عند عم محمد عشان بتستعبطيه طب بطلي لك بقى اسمع اللي هقولك عليه عايزك تسياء السلم من تحت الفوق وتخش قط الكراكيب تنظفيها وتفضيها خالص وتطلع الكراكيب في القوضة اللي فوق السطوح جايلي ناس قريبة هيباتوا هنا هبايتهم فين يعني تحت السلم الله ما انت قلتلي أول مبارح وعملت كده هو طب عايزتي بقى تتلعي في القودة اللي فوق السطوح تنظفيها كويس وتشيلي منها الكراكيب أصلها تراوى هبايتهم فيها ما أنا استنصحت وقلت ان القودة اللي فوق السطوح ديان تراوى فماردتش حط فيها الكراكيب نظفتها وخلت الكراكيب تحت بير السلم طب انزلي بقى تحت السلم نظفيه كويس عشان أنا هبايتهم في بير السلم مش انت لسه قاية لما ساحش اللي أمي يباتوا تحت بير السلم وانت مالك انت هم أرايبك ولا أرايبك يلا امشي غور اعمل اللي بقولك عليه تعال يا بيت هن انت قل انت حطا في وشي كده انت رايحة تجيبي فراخ ولا رايحة فرح أنا أنا حطا حاجة في وشي طب ان شاء الله تسحي من نوم في يوم تلاقي انستخدتي فرخة وتوديني كمان عندي عمي رزق هو اللي يتباحني تحلوى رباني والنعم نعمة لما ترفصك انشي يا بيت غوري ما تفرسنيش يلا مرايتي يا مرايتي وليلي مين أحلى واحدة في العمرانية مرايتي يا مرايتي وليلي مين أحلى واحدة في العمرانية أستغفر الله العظيم من كل زنب عظيم بطل اللماضة بتاعتك دي ورد علي مين أحلى واحدة في العمرانية يا ولية ما انت سألتين السؤال ده بدل المرة مية حيكون ايه اللي تغير الليلة دية برضو لازم ترد علي بياضة 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 بنت جوزك !! هي أحلى واحدة في العمرانية والسوتية وليالي الحلمية طب وانا هعمل ايه في النصيبة دي وانا ايش دراني يا ولية انا حيالله مراية صحفية ليه يا ربي ما خلقتنيش مراية عادية ولا مراية كوفير ولا حتى مراية غربية رد علي بدل مرميك من الشباك وكسرك بدل الحتة مية لا لا حلمك علي عشان تحلو عنها لازم تخلصي منها ايه اموتها انا ما قلتش كده ام الله خلص منها ازاي تشوفي يا حدي موتها الو اللي حمانة معاي ايه مش بصدقني ابخوادي يكلميها بنفسك امك دي انا ولا ايه حدي اه 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 ادعلنا يا حجة ربنا اخليها لك عليش يا سلمي ما بتتطمنش علي غير وانا معايا الركاب طمنت يا ماما حجة؟ طيب اوصلها واجه كمل معاكي بقى الحساب سلام جيزة جيزة استسنى هو انت ليه يا حجة ما بتقفش الناس اللي بتنده لك ديك عشان دي ناس مش بتنده دي ناس بتشتم بيقولك يا ابو سنة هو انت ليه ما ركبتش حد من الموقف غير اه قلت يعني بدل ما شباب يركبوا يديقوكي وانت عارفة شباب اليومين دول بيشموا كل حاجة ده ناس مع ان هم بيشموا رجول بعض ربنا يكرمك يا حج هو احنا راحين فيه؟ دول مش طريق جيزة لا ما تيجي بقى تمسك الطارة وتسوق انت هو بصراحة مش طريق جيزة عجبتيني انا هوصل اصل المنيب هقضي حاجة بعد كده هرجع صفت اللبن اودي الحاجة اللي قضيتها بعد كده نروح الجيزة لو ربنا كتب لنا عمر ماشي حاج براحتك بس بسرعة والنبي لا بسرعة ايه يا بنتي كل واحد هيوصل في معاقده ربنا يستور طريقك جيزة استسنى؟ بخلاص يلا مفيش غيرك في الشارع ولا ايه؟ موسيقى 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 هو انت وقفت هنا هو ان ليه حاج؟ لا مفيش يا بنتي اصلي تعبان فقول تنزل رأي حبيتين بس أنا كده هو تتأخر يعني تتأخري ولا سو أنا تعبان وعنام زغليلة يعد متسكل أفتكره غزالة أخبطه أشيل زنب الرجل عن متسكل والغزالة يا ساتر يا رب لا خلصتي حاج ريح لك ساحتين كده هو وانا هبصحيك ساحتين كويس ولا تحب أكتر دي عبيطة دي ولا بتستعمل لا حلوة وساعتين هي العملية مش أصدي النومة مش أتاخد أكتر من ساعتين ماشي انت هتعمل اهي حاج هجيب حاجة ريح عليها بس هتعمل بيه إهدى أول تياسئلتك كتيرة هحفر بيه حفرة في الأرض عشان أريح فيها آه زي السرير يعني أيوة طب عندك انت بقناها في حرهالة ما تكسفش منه إنه زي بنتك ربنا يديك السحر استعجلة على قضاها دي ها يا بنتي حلوة كده هون الفحرة يا حاج إيه اللي حلوة ده أنت عاملها مقاسك بالزبط مقاسي ليه لهو أنت من تبتكت خلينينا اللي ريح وانت هتقف تعباني أيوة أصلا طيب قوي ما يصحش يعني بقى راجل في السن ده هو سيب بنوتة تعبانة وريح أنا لا والله أبدا أنا ما إردنيش خلاص طالما حلفتي يبقى هريح أنا بس معلش يا بنتي ليه طلب عندك يعني أنا راجل كبير والعتب عن نظر لو تبصيلي بس في الفحرة كويس تشوفي لا يكون في حشرات ولا حاجة أصلاً عندي كلستروفوبيا من النمش بحد الشر عليك ده أنت على كده هون بقى ما تقولش حاجات مقلية خالص اللي حسن يعلي عليك الكولستروفوبيا طيبة ودمها خفيف والله يخسر فيها الموت معلش يا بنتي شاهلي كده وبصي بس في حشرات ولا لا من عناي ربنا يديك الصحة يا رب ربنا يديك طلط العمر ربنا يخلي لك عيالك وعيال عيالك وتفرح بيهم ربنا يشوفك من الكولستروفوبيا إيه دو مش تاخد بالك يا حاجة من الحاجات اللي بتقع منك ديان تفضل وكمان بتدهولي بإيدك أنا مستني علامات إيه تاني يا رب عشان ضميري يا صحي اسمعيني يا بنتي أنا مش سواء مكروباس ومش رايح الجيزة وأقولك عالكبيرة ما عنديش كولستروفوبيا أمال إنتمين أنا منظور قاتل مقبول أيوة مراتبوكي جابتني ودتني فلوس كتير عشان أقتلك وأخلص منك مراتبوي أنا عازة تقتلني وإنت ما تلحت السواء مكروباس وتلحت قاتل مقجور وكمان مش رايح الجيزة أمال من اللي هوديني الجيزة إيه اللي من بقولك يا بنتي كنت هتروحي لآخرة زعلان أنك مش هتروحي الجيزة افهمي يا غبية اهرابي يلا دلوقتي اهرابي يا بنتي مراتبوكي هتبعت حد غير يقتلك ده هيك هتعايزة أمارة كمان حتة من بيت الكلوي يا لحوي إيه تخضيتي ليه تعرفي حد ببيت الكلوي لا خلاص ما تلقيش اهرابي أنت وأنا هعدي على المنوفي أجيب لمراتبوكي ربع بيت الكلوي أنا مش شكرة قوي يا حق مش شكرة قوي اللي أنت أنقصت حياتي ربنا ما يرميك في دقيقة ربنا يخلي لك عيالك وعيال عيالك طب أنا هقولك على نصيح إيه وبخلي بالك وأنت بتجيب الكلوي اللي حصل يتحكوا عليك وتلقى فيها حتة بيضة بقولك اهرابي تقوللي حتة بيضة شكلك مش عايزة تهرابي وعايزة تموتي ها هرب أنا سلام يا بيضة استني يا غندور مع السلامة يا رجل يا مسحور ياللي حياتك كلها هنة وسرور وفضلت أجري وأجري وأجري لحد ما الليل نزل علي وفجأة لقيتني قدام بيت شكله غريب فتحت ودخلت لقيت قدامي إيه سابع أجزام ايه يا حبيبتي اللي انتي بتحكيه ده انتي بتحكي القصة سنو وايت ايه سنو دا يضيها حبيبتي ده فيلم كارتون كارتون تاني يعني دي يعني مش حكايتي مش مهمي مش مهم بقولك ايه واني بتحكي لنا حدوتها تاني ده انتي يا بيت طلحت مسلية قوي ولا كنات كوكي كنات كوكي ايه بكرة انتي نامي دلوقتي حلوة وبكرة نوديكي زازوك بجد اتخابده نامي يا بيت نعم نعم دكتور انا عندلك اسأل اسأل يا روح قلبي سنوه دا يديا كاتم العبرانية الشرقية ولا الغربية موسيقى موسيقى موسيقى